واجهت وزارة داخلية إقليم كردستان لتشكيل غرف عمليات في المحافظات والإدارات المحلية المستقلة يقع على عاتقها مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية إضافة إلى تنظيم توزيع الوقود المدعوم على سيارات الأجرة وحفلات نقل الركابة واجأ ذلك عقب اجتماعي وزير الداخلية في الإقليم ريبر أحمد مع رؤساء الحكومات المحلية إضافة إلى مديري الشرطة ومديريات الأمن الأسائشة وأقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الوزير أوصل محافظين ومشرفي الإدارات المحلية مراقبة الأسواق المحلية بهدف منع استغلال الوضع الراهن في رفع أسعار السلع والمواد وأضاف أن الاجتماع الذي انعقد اليوم ناقش الوضع الحالي في كردستان والعالم بأسره والذي انعكست نتائجه على السوق جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك قرب حلول أعياد نوروز ورأس السنة الكردية وشهر رمضان وما لهذه الأمور من تأثير شكرا شكرا